السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة مريم عدنا واحد قاعدة في الشريعة الاسلامية كتقول الاصل في الاشياء الاباحة هذه قاعدة في احكام الشريعة الاصل في الاشياء الاباحة لقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا نحن عدنا كل شيء مباح الاصل في الاشياء الاباحة والحرام ما دل النص على حرمته متى نقول ان هذا حرام او مكروه او ممنوع إذا دل النص على حرمته فقضيت لجنابة أن المرأة تخرج على براء أو تخرج لأنها جنوب ممنوعة هذا كلام الأصل في الأشياء الإباحة لممنوع لها ما دل النص على حرمته أنها لا تقرأ الصلاة أنها لا تمس المصحف هذا لممنوع للمرأة أنها لابد أن تغتسل حتى تصلي لابد أن تمس المصحف حتى تقرأه لابد أن تغتسل حتى تصوم هذه أمور محددة أما الأمور الأخرى فهي الأصل فيها الإباحة لذلك كانت طلب من الأحباب الكرام يفهموا هذه القاعدة في الشريعة الإسلامية المبنية على اليسر ورفع الحرج قال العلماء والفقهاء الأصل في الأشياء الإباحة والدليل قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميع أنت حر أيها الإنسان فوق الأرض لكن المحرمات محدودة على رؤوس الأصابع الحرام ما يدل النص على حرمته وإذا جمعنا الأمور محرمة ره واضحة والعقل يفهمها والنفس السوية تعشقها لأن المحرمات يظهر أن فيها مدرة فيها أذية لبني البشر لذا ربنا حرمها فأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع شكرا لك للا مريم حفظك الله ورعاك وبارك الله فيه والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله